اشتركوا في القناة ان ننتصر عليها لكن كما قيل للضرورة احكامها من الطائفة السنية قتل الكثير على ايدي ميليشيات شيعية حتى لا يقال علي باني ازاود نعم هناك ميليشيات شيعية منفلتة قتلت من اهل السنة ولكن في المقابل قتل اكثر من نصف مليون شيعي احفظوها مني جيدا نصف مليون شيعي ابيدوا ابادة جماعية من الطائفة الشيعية ولم تفتي مرجعية الشيعة بجهاد او دفاع او حمل سلاح على هذا او على ذاك ضربت حسينياتهم ومساجدهم ونصف مرقد الامامين العسكريين واعترفت دولة العراق الاسلامية بقيادة المقبور الزرقاوي والقي القبض على هذا التونسي وجماعته في تفخيخ المرقد وكادت ان تكون مذبحة في العراق طائفية لن تنتهي لكن المرجعية لم تتحدث متى تحدثت ودعت المرجعية جميع العراقيين اقول جميع العراقيين لحمل السلاح حينما سقطت مدينة سنية ارجوكم افهموا هذا عفوا من كلمة افهموا لكن للتأكيد مدينة سنية سقطت انبرى لها مرجع يحسب انه اظن انه مرجع شيعي لكنه دعا بفتواه الى الامور التالية الاول حماية العراق من المجرمين ثانيا حماية الشعب ثالثا الدفاع عن شرف العراقيين رابعا الدفاع عن المقدسات واليوم تغتصب النساء في الموصل وتهدم الكنائس ويقتل العلماء الذين يغتصمون مع هؤلاء الانجاس المجرمين ويعثون في الارض فسادة اذا المرجع افتى واصدر فتواه وانتخت له عشائر الانبار راوى وحديثة والقائم والفلوجة وبغداد تلاحم وطني رغما على انوف الدواعش هناك تلاحم وطني انا من بغداد وعندكم انتم الميادين كامرة في بغداد لتتجول في بغداد وليترى التلاحم الوطني بين العراقيين لا اقول ليس هناك خرق هنا او هناك هناك لكن انظر الى انظر الى حجم الحرب التي وجهت علينا الحرب الاعلامية والحرب الاسلحة اشتركوا في القناة